لا يزال مئة الآلاف من الموظفين العموميين لم يتقاضوا رواتبهم عن الشهر الماضي وبعضهم لم يتقاض راتبه لأكثر من شهر الأمر الذي أثر على قدرتهم الشرائية ومواجهة متطلبات الحياة اليومية فتأخير المرتبات ينتج عنها طبعا تراكم تلقى مثلا صاحب العائلة الليبية مثلا لو عندها مثلا أربع أطفال يدرسوا بيفتروا يبهوا ركوبهم يبهوا مصروفهم يبهوا احتياجات المدرسة فأكيد بيتسلف أخيرا مش فالح البشر ولا مثلا عندي مغلوبة على امرأة حتى يمشي زيتوش يولا ما فيش تلقى عندي في مصروف فاضي أزمة تأخر الرواتب تسببت في جدل وتبادل للاتهامات بين حكومة الوحدة الوطنية التي تقول إن مجلس النواب يقف وراء هذا التأخير في حين يتهم مجلس النواب حكومة البيبة بتبذير المال العام قالت الحكومة أن المشكلة كفي تأخر الميزانية وفي الهيكلة المالية ولكن هذه ليست مفاجئة ليست أمور مفاجئة منها ما هو متوقع وما هو عمل يعني الهيكلة ليست عملا مفاجئة كل شيء لم يكن مفاجئا وهذا تبرير الحكومة تأخر صرف الرواتب في ليبيا يتزامن مع تراجع قيمة الدنار الليبي مقابل الدولار في السوق الموازي بنسبة قاربت العشرين في المئة ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع نسب الاستهلاك وفق مراقبين اتهامات متبادلة بشأن تأخر صرف المرتبات في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب وسط حالة من الترقب يعيشها المواطنون والأسواق على حد سوى رافت بالخير الحرة ترابلس